صادق برلمان إقليم كورستان على تسمية مونة يوحن يعقوب رئيسة جديدة للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليمة وحصلت يعقوب على 71 صوتا من أعضاء البرلمان وقالت رئيسة البرلمان رواس فائق بعد تصويت أن يعقوب فازت من بين 11 مرشحا تنفسوا على هذا المنصب وأضافت أن الرئيسة الجديدة للهيئة ستتولى هذا المنصب لمدة أربعة أعوام ويمكن التمديد لها لدورة واحدة فقط شكرا